اشتركوا في القناة 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 سورة يونس اشتركوا في القناة 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 من الزبط من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي الحي من الميت ويخرج ما في ميت يعني ما في ميت ويخرج الميت من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تكتبون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تشرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أننا لكون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تكتبون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي أم من لا يهدي إلا أن يبدأ وما لكم كيف تحكم فما لكم كيف تحكم طيب يا شيخ عمر اقرأ لنا قول الله عز وجل كذبت قوم لوطن المرسلين سورة الشعراء كذبت قوم لوطن المرسلين استحكم أم من لا كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتتت أخوهم. أخوهم هود ألا تم ? قوم لوطن قال لو أخوضون ألا تتقون إني لكم رسول أبعى فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا إن لم تنتهي يا لوط لتنون من المفرجين قال إني لعملكم من القارين رب نجني وأهلي من ما يعملون طيب يا شيخ عمر فتح الله لك اقرأ لنا قول الله عز وجل في سورة صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجده فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك أستكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من مطين قال فاخرج منا فإنك وجين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من الموقعين إلى يوم الوقت العالم يا شيخ عمر رضي الله عنك اقرأ لنا قول الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأ فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار ونحاس فلا تنتشران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان أحسنت يا شيخ عمر فتح الله لك إن شاء الله فبأي آلاء ربكما تكذبان شكرا لكم